رحابة نارية ايه اللي حصل في موضوع امبي امبي حركة عملت معها فترة اقلالات كويسة من الفرق اللي كانت متوقعة السؤال ان هي يعني يبقى ليها مركز متقدم في الدورية مجموية لعيبة كويسة ماشي بهدوء باستقرار ولكن فجأة كل حاجة تحولت لا يعني مش كل حاجة تحولت يمكن يعني برضو عايزة نبه ان فريق امبي طبعا انها العام الماضي في المركز الثالث لكن الناس يمكن ما تعرفوش ان ينبدأ تزبزب او انخفاض في مستوى امبي مع بداية الدور التاني جمع تقريبا 20 او 21 نقطة من اصل حاجة و 60 نقطة في الدور الاولاني كان مجمع اكتر من 40 نقطة فما فيش شك طبعا امبي احنا متعودين ان امبي دايما موجود في المربع الزهبي بينافس بشكل كويس جدا لكن انا مع قدومي لامبي كان في بعض المشاكل المشاكل الموجودة في الفريق بشكل او باخر بداية حتى من التعاقد معايا بداية من التعاقد معايا كان في بعض المشاكل اولها طبعا انا كنت يعني طالب ان اخش بالجهاز الفني بالكامل كنت طالب ان يكون معايا مدرب عام ومدرب تخطيط احمال وكمان تحليل فني لان ده مهم جدا في الوقت الحالي يعني ولا حاجة من دي تمت وده رجع يمكن لي انا شخصيا انا بعترف ان في خطأ حصل مني في هذه الجزئية اني ما تمسكتش بي حقوقي كمدير فني ان انا اختار جهازي بالشكل اللي انا شايفه يعني كان في اعداد مع يمكن مع مدير الكورة مع رئيس النادي السابق وكان في بعض المحاولات ان الدنيا ماشية كويس والموجودين عندهم كفاءات كويسة وانا ما كانش عندي اعتراض على شخصيتهم او كفاءتهم اكتر من ان كان عندي اعتراض على واحد او اتنين في الجهاز ما كنتش شايف ان هما ممكن يكونوا اضافة النتيجة ان هما يعني في وقت من الوقات اه 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 او اه اتوعدوا ان هما ممكن يكملوا كرجل اول وبالتالي منطقيا جدا انا قلت لا يعني انا اكون جهازي جهاز لازم يكون موجود معايا لكن بعض الضغوط شوية من مندير الكورة ونتيجة العلاقات الشخصية او الصداقة اللي بتجمع بين مدير الكورة وهذا الشخص وتواجد تواجد في الجهاز وزي ما توقعت يعني من خلال 3 اربع اصابيع مع بداية الدوري بدأت الامور تمشي بشكل غير سليم وبدأ يعني بلغة الكورة كده النخورة وراء هاني رمزي وبالتالي كان قراري ان انا استبعاد هذا المدرب من الجهاز الفني ولكن كانت مرت فترة كان فيها فعلا تخبط كبير جدا مع توالي الاحداث بقى بدأت الامور تظهر بشكل كويس يعني بدأت اعرف وتعامل وخاصة مع مدير الكورة الكابتن عبد الناصر محمد انا كنت يمكن بحسن نية بتعامل بحسن نية واضحة جدا من خلال تعامله بحترم الناس بشكل كبير لكن الامور اتخذت بشكل اخر وكان فيه خاصة للأسابيع الاخيرة بدأت احس ان ما فيش سبورت ليا بدأت احس ان الناس بدأت تتكلم مع بعض المدربين ونزل الكلام دوت في اليوم السابع انه هو في حالة في حالة الاطاحة بهاني رمزي هيكون فيه بدائل والبدائل دي موجودة وبالتالي احترامي النفس واحترامي لاسمي يعني بيني وبالنفس قلت لا الكلام ده غير صحيح الكلام ده مش صح وعلى فكرة يمكن كمان وجهت عبدالناصر محمد بهذا الكلام وللأسف قال لي لا الكلام ده كلام اعلاميين وبالتالي انا كنت متأكد ان الكلام ده يعني بيحصل بشكل او باخر لان فيه علامات يا سيف يعني فيه علامات بتبين لك قد ايه الناس دي اتممكن تكون سبورت لك وخاصة انا بتكلم على مدير الكورة لكابتن عبدالناصر انه مش سبورت ليا خالص ومش سبورت الجهاز بالكامل بدليل انه هو في بعض المواقف بحس انه هو دوره سلبي جدا جدا لما بتكلم مع لعيبة انه انتو تلعبوا الاسموكو والناديكو لانه ده لازم يكون عندك شخصية في الملعب بغض النظر هاني رمزي موجود او مش موجود الفترة اللي جاية وهو يكون واقف وما عندوش اي تعاليق على الكلام دوت اظن ان احنا كلنا لعبنا كورة ويدربنا كتير دور المدير الكورة لازم يكونوا يقف ويقول لا كابتن هاني انت موجود والفرقة موجودة وانت مكمل معنا لكن يعني سكوته وانسحابه من الموقف بهذا الشكل اكدلي فعلا ان فيه لعب وراء الظهر وبالتالي كان القرار او كنت انا مجاهز القرار حتى ايا كانت نتيجة نادي الزمالك ومقارنة يعني بمباراة اللي احنا عبناها اعتقد من مباراة نادي الزمالك من افضل مباراات اللي احنا قدناها على الشكل الفني والتكتيكي ويمكن كنا افضل من زمالك فيه اوقات كتيرة من المباراة لكن استقالت ما كانتش بسبب هزيمة نادي الزمالك لكن بسبب المشاكل الكبيرة جدا واللي عملها المدير الكورة في الفرقة شرخ الفرقة زي ما بنقول بلغة الكورة الفرقة مقسومة جوها سيف بشكل كبير جدا ظلم كتير جدا حصل للمجموعة من اللاعبين بسبب مدير الكرة الكيل بميكالين